تكليف الأخ مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق انقلاب في المواقف وتبدل في الآراء وبين ليلة وضحاها يتحول رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي من رجل مأزوم مثير للخلاف إلى رجل اجتمع عليه الشركاء ونال إعجابهم قبل أيام قليلة شنت حرب إعلامية على الكاظمي واتخذت الميليشيات موقفا متشددا منه واتهمته بالتآمر في قضية قتل قاسم سليماني والتبعية والعمالة لأمريكا حتى في إيران ثمت موقف مناهض للكاظمي بالنسبة للجناح المحسوب على الحرس الثوري كل هذه الأصوات خفتت وظهرت أصوات التمجيد والرضا عن الكاظمي مسؤولون إيرانيون عبروا عن سعادتهم بتعيين الكاظمي رئيسا جديدا للوزراء في العراق الخارجية الإيرانية رحبت باتفاق الأحزاب السياسية على تعيين الكاظمي واعتبرته خطوة في المسار الصحيح كذلك السفير إيران في العراق إيراج مسجدي أعلن هو الآخر عن مشاعر مماثلة إزاء الكاظمي قائلا إن إيران ستدعمه وعلى المستوى الإعلامي تعاطت الصحف والوكالات الإيرانية بإيجابية مع تعيينه متوقعة له نجاحا في تشكيل الحكومة سر هذا الترحيب يكمن في الغنيمة وتحقيق المصلحة لدى شركاء العملية السياسية يقول نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي إن الكتلة التي خولت الكاظمي باختيار كابنته الوزارية طالبته بوزارات معينة كذلك النائب السابق عزة الشابندر بيّن أن الكتلة وافقت على تكليف الكاظمي بشرط إطلاعها على كامل كابنته الوزارية في حين تعلن أمام الملأ أن له مطلق الحرية في اختيار الوزراء اتجاه آخر يفسر توافق الكتل على الكاظمي حيث أنه يعتبر الرابع بعد ثلاثة رؤساء حكومة خرجوا من اللعبة منذ انطلاق ثورة تشرين والإطاحة به قد تؤدي إلى غرق المركب الذي يضم جميع زمر الفساد دون استثناء